الصمت أو السجن أو المنفع ثلاثية المحنة التي تعيشها الصحافة في اليمن واقع يزداد قتمة مع تصاعد أرقام ضحايا واتسع رقعة الانتهاكات وكالعادة تحتل الميليشيا الحوثية موقع الصدارة في قائمة المنتهكين ربما يبدو الجديد هذه المرة أن الممارسات القمعية للميليشيا طالت مؤسسات كانت جزءا من الدعاية الإعلامية للانقلاب مائتان وواحد وعشرون انتهاكا وثقه مرصد الحرية الأعلامية التابع لمركز الدراسة والإعلام الاقتصادي في تقرير حقوقي لواقع الحرية الصحفية خلال العام المنصرم بينها مائة وخمسون انتهاكا مارسته ميليشيا الحوثي وثلاثون انتهاكا مارسته جهات تابعة للحكومة الشرعية أغلب الانتهاكات وقعت في مناطق سيطرة الميليشيا وفقا للتقرير وهو الأمر الذي يجسد وحشية الميليشيا تجاه الصحافة كثمرة لثقافة عدائية متجذرة لدى الجماعة ضد صحفيين باعتبارهم عدوا أخطر من المقاتلين حسب خطابات زعيم الحوثيين نفسه ثلاث حالات قتل لصحفيين خلال العام الماضي وحالة حكم بالإعدام وثلاث حالات شروع في القتل وستة وعشرون حالة اقتطاف وثلاثة وأربعون حالة اعتداء وإصابة واثنتان وخمسون حالة اعتقال وتعذيب وسبع عشرة حالة تهديد وستة وأربعون حالة إيقاف وفصل من العمل والقائمة تطول في حين يقضي خمسة عشر صحفيا عامهم الثالث خلف القضبان في سجون الميليشيا الحوثية وصحفي لدى تنظيم القاعدة محرومين من أبسط حقوقهم يواجهون ظروف احتجاز لا إنسانية استمرار الحرب وسياسات القمع الوحشي ضد صحفيين وغياب منظومة العدالة في البلاد جميعها عوامل كرست حالة فقدان الحماية لصحفيين وهو يعزز الدعوة للمنظمة الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تحمل مسؤوليتها في الوقوف إلى جانب صحفيين اليمنيين ومناصرة حقوقهم المهدورة